وفقا لتوجهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين يواصل قطار الجهود التنموية لحزب حماة الوطن مسيرته في تقديم العديد من الخدمات والفعاليات التي تخدم المواطنين في كافة أنحاء البلاد واليوم يصل قطار الحزب إلى محافظة الفيوم حيث بدأت الفعاليات باستقبال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لقيادات حزب حماة الوطن بمبنى المحافظة وتبادل الجانبان سبل التعاون المشترك في إطار التنمية الشاملة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة اليوم موجودين في محافظة الفيوم التي نعتبرها بداية الطريق إلى باقي المحافظات إن شاء الله محافظة الفيوم بنكن لها اهتمام كبير جدا لأنها من المحافظات اللي محتاجة دعم على كافة مستويات الخدمة المجتمعية الثقة اللي احنا شايفينها من قدرات الحزب ومصدقية عمله هو ده اللي بيخلينا نبقى واصلين أن احنا الدولة الوحدة أو الجهاز التنفيذي الوحده مش هيعرف يعني يشتغل على المستوى القاعدة على مستوى المواطنين من غير المشاركة السياسية من الأحزاب اللي لها دور إيجابي في فهم احتياجات ومتطلبات المواطنين حزب حماة الوطن افتتح أيضا مقر أمانته الجديد في محافظة الفيوم وذلك بحضور الفريق جلال هريدي رئيس الحزب بالإضافة لعقده اجتماعا موسعا مع كافة القيادات التنفيذية بالحزب لمناقشة آليات تمكين المرأة والشباب ورعاية المواطن وغيرها من الملفات الحزب ليه دور ملموس في ظل الظروف الحالية التي تواجه الدولة المصرية شأنها شأن باقي دول العالم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وما تقوم بين قيادة السياسية من اتخاذ قرارات تمشي جنبا إلى جنب مع ما يقوم به الحزب من مشاركة وجدانية لأبناء هذا الوطن الحزب افتتح كذلك في جولته بالفيوم مركز الأمل 16 بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس لتقديم خدمات في التعليم والحرف اليدوية والتسويق بالإضافة لتأهيد الأطفال من أصحاب الهمامة فضلا عن تخصيص فصل لمحو الأمية لكبار السنة قرب تحقيق الأمل بتاعنا أمل الميت مركز إن شاء الله في خلال السنة دي بإذن الله إن شاء الله حنكون فتحنا ميت مركز بيدعم ميت محافظة والقرية ومدينة في مصر إن إحنا دي وقت إن إنا بيجبني من المدرسة واللي يا أمي قادي أنا مش عارفة إن أنا أقول هالو فأنا من جوية بصراحة نفسي كي بتتعب فأنا بصراحة نفسي إن أنا أتعلم أنا مش حاسة إن أنا أتعلم بس إحنا بنعمل فصول تقوية لأولادهم بنحاول إحنا نقلل كمية منبع الأمية اللي موجودة في جمهورية المسل العربية عن طريق غلق المنبع نفسي اللي هو التصرف من التعليم أمية حياتي إن أنا أتعلم نفسي أمسك الكراسة كده وأتعلم نفسي في نهاية اليوم اختتم وفد حزب حماة الوطن جولته في محافظة الفيوم باحتفالية هدية بئيس لزواج عدد كبير من المستحقين الأيتام بحضور ما يقرب من سلاسة ألاف من أهالي الخرية والقيادات الحزبية والتنفيذية بابده شكري للسيادة الرئيس ومتشكرين قوي على كل العمل معنا النهاردة أنا فرحانة جدا عشان حكتين عشان يعني الحمد لله حلم يتحقق ونفت نفس الدرجة الحمد لله عشان جزي معايا أحب أوجه الشكر للمسؤولين عن الحافلة حزب حماة الوطن أشكرهم شكرا جزيلا ويستمر حزب حماة الوطن في رحلاته في ربوع مصر لتنفيذ رؤيته نحو التنمية وتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين